السابعة صباحا من يوم الجمعة هو موعدهم يتجمعون كعادتهم التي ظلوا يمارسونها منذ قدومهم إلى المملكة ورغم غربتهم لم تمنعهم من مزاولتها في الأحساء أصبحت ملاعب الحواري أهم المتنفسات التي تمارس بها الجالية الهندية لعبة الكريكت وهي من الألعاب الشعبية لديهم حيث يصل عدد المجموعات المزاولة لها قرابة الخمسين مجموعة في مختلف مناطق الأحساء هذا أنا إلى بقورة هذا كل جمعة أنا يجي إلى بقورة كله في تيم 11 نفر في إلاب وفي كله يعني شغول يعني هنا 10 سنوات في 6 سنوات فيك زكدة يعني كله في كله يلعب وزكدة والسيف والله في بارد والله في حار ما في مشكلة بس كل شيء كويس الحمد لله الحمد لله أنا في أسرين سنة الحمد لله ما في مشكل سمسم بلد هندية سمسم سودي الحمد لله كله كويس اللعب كرة ساعة ستة يجي هنا بسالة طول إن شاء الله سويدة وهم بسمسم ريادية لازم أن تسوي ريادية أحسن هذا هذه اللعبة بدأت بالانتشار في عام 1737 وتعود أصولها إلى المملكة المتحدة حيث اعتمدت دولياً بعام 1844 للميلاد وأصبحت من أهم الألعاب الشعبية للجالية الهندية التي مارستها عند ظهورها لديهم بعام 1792 حتى يومنا هذا لتحصد من خلالها على عدة ألقاب ويصل تصنيفها كثاني دولة عالمياً بعد إنجلترا مش على بطيحة الإخبارية الأحساء ترجمة نانسي قنقر